أكدت شرطة محافظة دهوك أن ممارسة لعبة القمار في قليم كردستان ممنوعة مشيرة إلى تحطيم 26 مكينة قمار الكترونية وقال مدير شرطة محافظة دهوك العميد فخري أحمد في مؤتمر صحفي أن ممارسة القمار ممنوعة في قليم كردستان وأن أي شخص يقدم على هذه الممارسة سيتم القبض عليه وعيوحا للقضاء وأوضح أن الأماكن التي كانت تشهد ممارسة لعبة القمار تم إغلاقها وإحالة القائمين عليها للمحاكمة دعيا المواطنين كافة إلى أبلاغ السلطات الأمنية عن أي حالة يشتبه بها أتابع أحمد قائل قامت الحادلات بتحطيم مكينة القمار الكترونية داخل مديرية شرطة المحافظة أمام وسائل الأعلام ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر